التحكيم المصري الفترة الحالية بيعيش فترة للأسف ليست على المستوى المأمول أنا بحاول أختار قدر الإمكان التعابيرات والألفاظ لتكون مناسبة للأحداث اللي احنا فيها ليس على المستوى المأمول وحنا بنتكلم لمصلحة التحكيم المصري في الصالح العام بالنسبة لنا للقرى المصرية لازم يكون عندنا حكام متميزين وده للأسف نتيجة خارج مصر النتيجة كلها سلبية بالنسبة للتحكيم ما في مباراة بيدرح حكم مصر الفترة الأخيرة إيه اللي ما بيكون فيها اعتراضات من الفرق المنافسة لو هتكلم عن نهاية دور الأبطال الموسم قبل الماضي لو هتكلم على مباراة الوداد الأخيرة في دور أبطال إفريقيا لو هتكلم على مباراة الترجل التونسي في دور أبطال إفريقيا لو هتكلم على مباراة في البطولة العربية كل المباريات اللي فيها الجدل التحكيمي احنا الأول كنا بنقول جاني سي كازوي وبابلاكت سيمة وبكاري جسامة لا احنا عندنا في مصر على فكرة نفس الحكام بنفس الإطار بكاري جسامة وجانيسي كازوي نفسي ألاقف مصر حكم بنفس مواصفات فيكتور جوميز نفسي ألاقف مصر حكم بمواصفات فيكتور جوميز بعد ما كنا بنتكلم على الأخطاء التحكمية خارج مصر بسبب الحكام الأفارقة بقى نفس الأمر عندنا ده بقى راجع لأسباب إيه عشان بدل ما مندور في نفس الحلقة المغفرغة وما فيش فايدة في قطر الكامل بيتقال المشكلة الأساسية مين اللي بيدير ملف التحكيم أولا عشان تقيم الحكام لازم تنزلهم مرأبين يقيم الحكام بدرجات وبتقييم فني عادل ده أولا ده واحد طيب هل الحكام اللي بيرائب عليهم هل حكام محايدين أو مراقبين حكام محايدين لا لو رحنا بصينا على الكشف المتعلق بمرأبين الحكام هتلاقي بنسبة تتخطى الستين سبعين في المية أعضاء اللجنة هم اللي بينزلوا يرائب على الحكام لدرجة أن في حكام سابقين سابوا وتركوا مسألة مرأبين الحكام وبقى حاليا مرأبين مباريات من لجنة المسابقات يعني هل تتخيل وصلنا لمرحلة أن الحكام السابقين اللي اعتزلوا عشان ما بياخدوش دورهم في المرأبة وفي مراقبة الحكام في المباريات سابوا ده وبقى دلوقتي بيرائبوا من خلال لجنة المسابقات بقى مراقب مباراة مش مراقب حكام ده راجع لإيه لأن 90% أو 60% سوري 60% أو 70% من المباريات اللي بيرائبها الحكام السابقين هم أعضاء اللجنة يعني أنا كحكم أو أنا كمسؤول عن اللجنة ومسؤول عن التحكيم المفروض بيجي لي التقارير وقدر على أساسها أقيم الحكم طب إزاي أنا هكون أنا بقيم وصاحب قرار في نفس التوقيت ما أنا أكيد لي مصلحة في الاختيار ما أنا اللي اخترت الحكم اللي هيدير هذه المباراة فبيتل لما هقيمه أرى بقيم اختياري مش بقيم الحكم فهتدي له درجة كويسة فالحكم هتلاقيه موجود تاني ما تصدقوش فكرة إن في حكام بيتوقفوا ما في حكام ممكن يبتعدوا مباراة اتنى وهتلاقيهم تاني لكن هل رجعوا بمستوى فني أفضل لا بيرجعوا بنفس الأخطاء يبقى أولا عندك مشكلة في لجنة الحكام نفسها ما عندهاش حكام محايدين بينزلوا يرقبوا بشكل حيادي ده أولا ثانيا المشكلة مش في التقنية المشكلة مش في الفار المشكلة في العنصر البشري اللي بيدير التقنية والحكم اللي موجود في وردية الملعب احنا وصلنا لمرحلة إن قوانين اللعبة بعد ما حصل فيها تطوير وتحديث الحكام مش عارفينها يعني مبارح نتطفق نختلف على كرة والترب واليا رغم أن كل الحكام مبارح طلعوا وأكدوا إن الكرة هدف سليم 100% بس نفترض فيها شك هل من الطبيعي في ظل وجود تقنية الفار إن الحكم يصفر قبل ما تخلص اللعبة ده يا كابتن جهاد ده أنت عندك مثال فيكتور جوميس في مباراة الأهل والوداد المغربي الكرة ترفع التسلل من الحكم المساعد وحكم المباراة فيكتور جوميس ما صفرش على الكرة إلا لما دخلت الشباك عشان يشوف بعد كده الفار هيقول له آه أو لأ نوصل لمرحلة إن احنا قوانين اللعبة نفسها والتحديث اللي بيحصل فيه عندنا مشكلة فيه دي مشكلة كبيرة يعني اللعبة زي مبارح دي على فكرة بالمناسبة هنا الحكم خلاص الفار ما يدرش يدخل لأنه صفر قبل ما ورطة ربواليا يكمل على الكرة ويحرزها هدف ده آلف بيه خطأ تحكيمي لا يختفر خطأ في تطبيق القانون